نبدأ الحلقة بمتابعتنا المستمرة للأوضاع في قطاع غزة وتطبيق الهدنة اللي تمت وإزاي فيه فرحة كبيرة جدا عارمة بخروج عدد كبير جدا من الأسرة سواء إحنا من ناحياتنا أو ناحياتنا فرحانين كلنا العالم العربي كله فرحان من بارح تم الإعلان عن خروج عدد من الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم الأسيرة الفلسطينية ميسون موسى الجبالي طبعا عارفين قصتها والمعتقلة من 2015 وكمان تم الإفراج عن الأسيرة شروق طويات المعتقلة من 2015 والحقيقة البنتين دول طبعا بيعتبروا من أقدم الأسيرات في سجن جيش الاحتلال الأسيرة الفلسطينية إسرائيل جعبيس المعتقلة من 8 سنين واللي بتعتبر إحدى إيقونات السيدات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية خرجت وهي كمان أصبحت ترند على السوشيال ميديا خاصة أنها لما اعتقلت كان ابنها عنده 8 سنوات طفل لسه صغير ولما خرجت دلوقتي ابنها شاب يشرح القلب الحمد لله يعني عنده 16 سنة وتم الإفراج عنه يا حبيبة قلبي عنهم طبعا عن الولدة بجانب عدد تاني كمان من المسجونين من الطرفين ربنا يكرعين كل أم يا رب بأولادها ويصب على قد ما صبرة على قد ما نالت وربنا فرح قلبها وفرح قلب العائلات الفلسطينية كمان لسه بيتم شايفين الصورة التانية لو هو صغير لما كان لسه صغير قبل ما يعني تشوف العذاب ده كله وتتحجز يعني هو كان قلنا 8 سنين وطالع دلوقتي عنده 16 سنة ما شاء الله شاب يعني يا حبيب قلبي والله الصابيرات دول ليهم أجر عظيم وليهم الجنة وربنا يكرعين كل أم يا رب فرقة أولادها كمان لسه بيتم وصول المساعدات الإنسانية ومبارح تم وصول 70 شاحنة من شاحنات المساعدات لشمال قطاع غزة الحمد لله خطوة مهمة جدا 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 وفارقة هدنة يقدر أهلنا يتنفسوا بيها يشموا نفسهم من 47 يوم حرب واستهداف أليم وجرائم حرب ربنا إن شاء الله يكملها على خير وربنا يعني إن شاء الله يسعد كل واحد يا رب وعم السلام يا مهة بإذن الله أخبار حلوة إن شاء الله يا رب أخبار فعلا حلوة جدا وعارفة لما بنيجي بنشوف اللي بيحصل دلوقتي عادين بنقول إيه يا عارفة بتحسي فجأة فيه كده وقفتي حاجة أو قلت الزمن وقفت كده اللي هو يبتدى نشوف إيه هدنة سكوت الناس بتتنفس الناس بتمشي عادي في الشوارع الناس بتفرح يعني حاجة بصراحة يعني بعد 47 يوم يعني فيه كده في الدنيا فيه كده في اللي حصل في الشعب ده في الدنيا فيه كده ألم وكرسة ألم دي كلمة قليلة على فكرة كل ده نتيجة رب ده يعني رب الهدنة دي تستمر بقى يعني ما تبقاش أربعتين بس خلاص كفاية بقى كفاية ده إن شاء الله تستمر ونكمل ونحافظ على القضية لأنه ده نتيجة إصرار سيطة الرئيس على موقفه إنه إحنا مش هنجرد القضية ولا هنهجر الفلسطينيين وإصراره بموقف رائع كان مع زعماء العالم الحقيقة موقف يحسب لمصر وريسنا يعني والشعب ووعيه والشباب الصغير ووعي والستات ووعيه كانت بتبعت طول الوقت ومازالت بتبعت مساعدات ومعونات ونقولوا لأ واللي قديهم في النار مش عايزين يطلعوا ويسيبوا بيوتهم إحنا هنا مش هنتهجر أبدا ولا شوفي المفروض الواحد ينجو بيبقى عايز يجري بحياته علشان بس يعني ما يكذفش بأي حاجة أو يحس بأمان لكن هم لأ يعني العرض والأرض هم واحد عندهم فطبعا إن شاء الله يكملوا بإذن الله المسيرة وتخلص على خير بإذن الله